أفادت القوات المسلحة في بيان لها أن أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية قام بمطاردة عناصر تهريب المخدرات وأثناء المطاردة قام فرد الأمن باختراق حجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة ثلاثة أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد تأمين مصري أثناء تبادل إطلاق النيران هذا ويجري اتخاذ جميع إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأعربت القوات المسلحة عن خالص التعازي لأسر المتوفين والتمانيات بالشفاء العاجل للمصابين